ورسالة الحقيقة وصلت لكن يمكن في سياق آخر قبل مقفل مع حضرتك يعني عرفنا خبر نقل الكابتن أحمد سليمان مساعد حضرتك في الجهاز الفني للمنتخب سابقاً للمستشفى بسبب أزمع البيه متاجئة عايزة تطمن هل تطمنت عليه وعن حالك؟ أنا ما أكلمته طبعاً بس هو ما ردش بس من خلال أسرته وخلال أنا أكلمت رئيس نادي الزماني وسألته عليه وفتاح إن شاء الله بكر هنروح تمر عليه إن شاء الله هو في المستشفى دلوقتي يعني؟ هو في المستشفى قالوا لك حالته عاملة إزاي الكابتن أحمد سليمان؟ لا هو أنا ما ردش عليا طبعاً أسرته أقصد قالوا حالته عاملة إزاي؟ بالضبط كانت أنا مركزة إن شاء الله يكون يا ربي بخير طبعاً ياريح أن هم يعملونه عملية مثل البكرة أو يوم الآربة فإن شاء الله يا ربي يوم بالسلامة ويرجع ثاني المكانته والكلام بك إن شاء الله بشكرة كابتن حسن وربنا يديك الصحة والعافية ونورتنا كالعادة وخالص العزاء لحضرتك ولينا جميعاً في وفاة النجم الكبير أحمد رفعت اللي لا أعتقد إنه من الجائز أن نتوقف عن قول إنه ما هي الدروس المستفادة فيما يخص مين اللي محتاجين يتحقق معاه لأنه أشارة إشارة واضحة إلى أشخاص شاف إنه هما سبب في إنه هيموت إلى طريق التعامل لم تكن بكل تأكيد هي المثالية فيما يخص التعامل مع لعب كرة قدم مع رياضي أو مع بني آدم وبالتالي إحنا إزاي نستفيد من ده هيبان كلمة غابية شوية من إنه نقول إزاي نستفيد لكن أنا بتكلم بس في إنه إزاي لا يتكرر هذا الأمر بعد الحساب بعد الحساب في حساب كلنا هنعدي عليه وكلنا محدش هيقف جنبنا في حساب ربنا سبحانه وتعالى لكن أنا بتكلم على حساب في الدنيا الحساب ده مهم جداً